السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الاعزاء. طلاب الشهادة الاعدادية. اسعد الله اوقاتكم بكل خير. في حلقة النهاردة بنحل تدريبات الفصل الرابع من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين صفحة تلتمائة ستة وستين. اول سؤال رتب الاحداث الاتية ترتيبا زمنيا حسب ما جاءها في الفصل. اول حاجة جات في الفصل استقبال نجم الدين لعمه مجور الدين وتقي الدين. تاني حاجة حصلت خداع ورد المنى ونور الصباح للصالح اسماعيل والعمي نجم الدين. ان هما اتصلوا بالصالح اسماعيل وبلغوه باتفاق نجم الدين والجواد وحزروه من خطر ده عليه. وبعد كده الصالح اسماعيل طلب منهم ان هما ينشروا الفرقة ما بين جنود نجم الدين واتصلوا بعمام نجم الدين. رقم تلاتة ان الصالح اسماعيل حاصر قلعة دماشق. رقم اربعة ان شجرة الضر اقترحت على نجم الدين ان يشتري غلمانا صغارا يكونوا سند ليه وينفعوا في الحرب. رقم خمسة استعان نجم الدين بدوود. السؤال اللي بعد كده هات من خلال احداث الفصل ميالي. سببا لقدوم عمي نجم الدين مجير الدين واتقي الدين. ايه سبب قدومهم الى دماشق? السبب ان هما بيطلبوا منه الاصراع الى مصر وتخلصها من العادل وحاشيته. وبرضه بسبب فررهم هربهم من الملك العادل. اتنين. تصرفا ندم عليه نجم الدين وهو في طريق وصوله لمصر. ايه التصرف اللي ندم عليه? انه لم يحسب حساب اسماعيل وطمعا. جيم. املأ الفراغات في المخططين الاتيين. واحد. حدد نجم الدين العقابات التي تصعب الوصول لحكم مصر. ايه العقابات? بني ايوب. امراء بني ايوب. والفرنج. وسوداء. واتبعها. اتبعها زي ورد المنا ونور الصباح دول من جواري نجم الدين بس بيشتغلوا لحساب سوداء. يلا السؤال اللي بعد كده الصالح اسماعيل. طلب منه نجم الدين ايه? طلب منه ان هو يساعده في دخول مصر. طيب الصالح اسماعيل هجم على? هجم على دماشق وخسر قلعته. طيب امر ورد المنا ونور الصباح بناشر? بيبثق الفرقة بين جنود نجم الدين. السؤال اللي بعد كده اختر الاجابة الصحيحة. انتظر نجم الدين عمه اسماعيل في دماشق القصير نابلس? في صار الفرنج نجم الدين ايام? ايام والده الملك الكامل في دمياط. تلاتة. يرجع الفضل الى مين في استعانة نجم الدين بداود? طبعا يرجع الفضل للشجر الدر هي اللي اقترحت عليه. اربعة. ارسلت ورد المنا ونور الصباح كتابا للصالح اسماعيل ليه? بتحذروا من خطر اتفاق نجم الدين والجوات. طيب خمسة. وقع نجم الدين راهنة في موقعت? لسه ايلين في موقع الدمياط في عهد والده الكامل. ستة. عندما ساقطت دمشق في يد اسماعيل رأت شجرة الدر ترجع ولا تتقدم لمصر? من رأي شجر الدر التقدم نحو مصر. ومن هناك يستطيع نجم الدين ان ينتزع دمشق ويؤدب الصالح اسماعيل وجنود ده. طيب السؤال اللي بعد كده لم نجم الدين نفسه على انه? اهو لم يحسب حساب اطماع اسماعيل. طيب مانيا طلب نجم الدين من عمه مين ان يسرع اليه ليساعده في دخول مصر? كان بيطلب طبعا من عمه الصالح اسماعيل. السؤال اللي بعد كده صح او خطأ. واحد شجعت شجرة ضر نجم الدين على الرجوع الى دمشق? احنا لسه يليل. لا طبعا مكادش موافقة. وافق نجم الدين على الاستعانة بدوود? ايوة وافق. تلاتة خرج مجير الدين وتقييد دين من مصر هروبا من العادل وحاشيته? عبارة صحيح. اربعة تضامن اسماعيل مع نجم الدين لتخلص مصر من العادل? لا لم يتضامن. دي عبارة خاطئة. با اكمل. واحد اقنعت ورد المونة ونور الصباح اقنعت مين? بان شجر الضر بتسعى للملك لنفسها? عمام طبعا نجم الدين. مجير الدين وتقييد دين. عمي نجم الدين. اتنين اقترح الشجر الضر على نجم الدين ان يشتري غلمانا صغارا ليه? كي يربيهم ويكونوا عونا له في حروبه. طيب يرغب نجم الدين في الانتقام من مين? بسبب ما ارتكبوه من مظالم في الفرنج اللي اخدوه اسير في ضمياط في عهد والده الملك الكامل. ما انا اكون نصحت باللجوء الى الامير داود بعد سقوط دماشق اللي نصح باللجوء لداود طبعا شجر الضر. اتنين ارسلت لي نور الصباح وورد المونة كتابا بيحذراني من اتفاق نجم الدين والجواد من اللي بيقول الكلام دا الصالح اسماعيل. وورد المونة ونور الصباح ارسلوا للصالح اسماعيل بيحذروا. طلبت من نجم الدين تلبية نداء الواجب بالاسراع الى مصر عمه تقي الدين. يلا نجاوب على الاسئلة بقى واحد. حدد نجم الدين العقبات التي تحول اللي بتمنع دون الوصول الى مصر. ايه العقبات? بني ايوب الفرنج سوداء واتبعها. طيب اتنين. الواجب يدعوك يا مولاي. فمتى تلبي داعيه? ما الواجب الذي طلب من نجم الدين القيام بايه? الواجب الاسراع الى مصر. وتخلصها من العادل وحشياتي. طيب علل. ايه السبب? رغبة نجم الدين في الانتقام من الفرنج? بسبب مقاسيهم وما فعلوه. ولانهم اصرواه في موقعة ضمياط. في عهد والده الكامل. طيب ايه السبب? في رغبة شجر الدر في ان يشتري نجم الدين غلمانا صغارا علشان يربيهم ويكونوا عونا له في حروبه. طيب جيم قدوم عمي نجم الدين من مصر هروبا من الملك العادل والاستعانة بنجم الدين في الاسراع الى مصر وتخلصها من الملك العادل وحشياتي. طيب دال سبب ارسال نجم الدين كتابا لعمه الصالح اسماعيل كان بيطلب منه ان هو يساعده في دخول مصر. ها عراضت شجر الدر قرار العودة الى دمشق لانها كانت تريد التقدم الى مصر ومن هناك يعرف نجم الدين كيف ينتزع دمشق ويؤدب الصالح اسماعيل وجنوده. طيب السؤال اللي بعد كده اربعة وضح موقف نجم الدين مما سمع من عميه في دمشق مبينا ما ترطب عليه طبعا وافق وتحرك لمصر وطلب المساعدة من عمه الصالح اسماعيل ونشرح بعد كده الاحداث اللي ترطب عليها. طيب ما ادافع وراء ارسال كتاب ورد المونة ونور الصباح لاسماعيل كانوا بيحذروا. لسه قيلين بيحذروا من خطر اتفاق نجم الدين مع الجواد من خطره عليها. يالا صفحة اللي بعد كده السؤال ماذا طلب اسماعيل من ورد المونة ونور الصباح? طلب منهم نشر الفرقة ما بين جنود نجم الدين. طيب لماذا حذرت شغر الدر نجم الدين من امراء بني ايوب? بسبب الحقد الذي يملأ قلوبهم والطمع في الحكم. تمانية. ايه الانباء اللي وصلت لنجم الدين اثناء انتظاره لعم اسماعيل? جالوا الخبر بان اسماعيل هجم على دماشق. وحاصر قلعتها. تسعة. على اي شيء الام نجم الدين نفسه بعد خروجه من دماشق? كان بيلوم نفسه انه لم يحسب حساب اسماعيل وطمعي. عشرة. رأي شجر الدر ان الامل في داود صاحب الكارك. فعلى ما بنت هذا الرأي? بنت هذا الرأي لحاجة داود لهم. لاخذ دماشق. لانها يريد من يعاونه على اخذ دماشق. السؤال اللي بعد كده الزوجة المخلصة عون لزوجها في اوقات الشدائد والمحن. وضح من خلال فهمك لاحداث الفصل. هنتكلم طبعا عن وقوف شجر الدر بجانب نجم الدين ومساعدتي. تدريب تراكمي. من اكون? كنت الامر الناهي في قصر الملك العادل? طبعا داود. ادركتني رحمة ربي حناشتراني الامير نجم الدين? شجر الدر. بما اخبر القماش نجم الدين عن احوال مصر? قال له ايه عن احوال مصر? كلموا عن ابتهاج العامة. فساد الامراء. كلموا عن الملك الجديد. طيب لماذا اخترت شجر الدر القاضي بدر الدين الزرزاري? لتنفيذ خطة فك حصار صنجار? احنا قلنا بسبب لباقتي وقوة بياني وحسن مداخلي. يلا صح او خطأ? حاصر غياث الدين الرومي امد وبيع تورانشاه? طبعا عبارة صحيحة. واللي كان محاصر صنجار بدر الدين له قلو. وكان فيها نجم الدين وشجر الدر. الملك العادل كان ملكا طاقيا صالحا? لا طبعا عبارة خطيئة. طيب علل كره شجر الدر للتطار? لانهم مزقوا شمل قومها وازالوا سلطانهم واصبحت جارية. طيب كيف خدعت ورد المونى ونور الصباح عمي نجم الدين? ان هي صخرت منهما وحذرتهما من البقاء مع نجم الدين. وبتش شجر الدر وقالت لهم بان شجر الدر بتسعى للحكم لنفسها. تخير الاجابة صحيحة. استولى نجم الدين على? على ايه? على نابلس. وانتظر بها عم اسماعيل. با اعتقل فخر الدين ابن شيخ الشيخ لمراسلة لمين? لمراسلته لنجم الدين. اتنين هل كانت شجر الدر مؤيدة لقرار العودة? لا طبعا. الى دماشق بعد سيطرة اسماعيل عليها? طب وضح. هي طبعا ما كانتش موافقة? نقول له لا. لانها كانت تفضل التقدم الى مصر ومن هناك يعرف نجم الدين كيف ينتزع دماشق ويؤدب اسماعيل وجنوده. طيب لماذا احبت شجرة الدر مصر وشعبها? لانها لا تنسى مصر وان شعبها لطيف ودود حليم كريم. وبكده برضي احنا حلنا تدريبات الفصل الرابع من كتاب الامتحان. بتمنى لكم التوفيق. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة